العودة للمسار الانتخابي المتوقف منذ ستة أشهر الحل الوحيد لأزمة ما زالت تروح مكانها في ليبيا هو ذاك ما شدد عليه مجدداً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كضرورة سياسية يتطلع إليها الليبيون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري وقانوني متفق عليه يضيف كوتيريش في تقرير رفعه مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي تقع على عاتق المؤسسة والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية استعناف المسار الانتخابي بأسرع وقت لما فيه مصلحة أكثر من مليونين وثمانية ألف ناخب توافق شدد عليه كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال اجتماعهما في طرابلس حاثين على استمرار دعم المصاري الدستوري للوصول إلى أسس دستورية وقانونية صحيحة تخرج البلاد من المراحل الانتقالية وتعيد الاستقرار الدائم لكن ذلك لا يتحقق إلا بامتناع الفورق الليبيين عن الممارسات الفردية التي من شأنها مفاقمة الإنقسامات ما قد يهدد هدنة ظلت صامدة خلال السنتين الماضيتين الحد تعبير المنظمة الأممية رغم التوتر الذي عرفته البلاد مؤخرا جوتيريش طالب أيضا بتجنب الممارسات التي تسبب اضطرابات على صعيد الإنتاج النفطي بشكل يؤثر على الأوضاع المعيشية للليبيين والحرص على تسديد رواتب الموظفين هذه التطورات تأتي عقب إعلان توافق الأطراف المنخرطة في المباحثات الدستورية برعاية أممية بشأن 137 مادة بينما تتواصل الجهود لبحث المواد العالقة في الجولة الثالثة من اجتماع اللجنة المختلطة المرتقبة الشهر جوان الداخل لعل أبرزها مركزية الدولة وشروط ترشح للرئاسة واختصاصات الرئيس أملا في التواصل إلى اتفاق نهائي بشأن مسودة الدستور وسط رقب لما سيتمخض عن جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الأربعاء بشأن ليبيا